اشتركوا في القناة عايزك تطميننا على الناس كلها تمام يا كتب من شريف منذ لحظات قليلة كانت عودة فريق النادي الأهلي من أداء التدريب الثاني على ملعب العربي الزوري هنا في المغرب بكذابلانكا طبعا حالة من الجدية من التركيز من اللاعبين النهاردة اللعبة كلها تتسابق للحصول على مكان داخل 11 لعب في الملعب أو الدخول في التشكيل الأساسي للمباراة ده من الأمور اللي احنا لمسينا من اللعبين في تركيز طبعا نتكلم على حضور شخصية لعبة النادي الأهلي مع الأجواء إن شاء الله تكون موفقة في هذه المباراة طبعا الدوافع النفسية اللي بيشتغل عليها الكابتن سيد عبدالحفيز وجود طبعا الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة الأهلي بالكامل موصل رسالة كبيرة جدا للعبين احنا في ظهركم احنا معاكم كابتن محمود الخطيب معالي الوزير العمري فاروق المهندس خالد مرتجي الدكتور محمد شوقي السيد ستاري أنديل الكابتن حسام غالي وأيضا ساتناب محمد الجرحي رسائل كتير جدا مهمة جدا بنقول اللعبين احنا وصقين فيكم وأعتقد يعني الدوافع النفسية مهمة جدا في هذه المباراة النهاردة التدريب طبعا غلب عليه يعني سباق من اللعبين من أجل الحصول على مكان داخل الحضاشر الأمر اللي بيضع مستر بيتسو موسيماني في حيرة من أمره تشغل على بعض الجوانب الخططية خاصة بالمدافعين خاصة بخط الوسط وخاصة أيضا بخط الهجوم وتنويع هذه الأمور وتنويع الأمور يعني كافة الأمور الخاصة بالفريق سواء في الشق الدفاعي أو الشق الهجومي طبعا اللعيبة زي ما نقولنا فيه تركيز عند اللعيبة تركيز بحذر تفاقل أيضا بحذر مستر بيتسو موسيماني قبل التمرين عقد محاضرة بالفيديو مع اللعبين استمرت لأكثر من 45 دقيقة عارض فيها مجموعة كبيرة جدا من المباريات والفيديوهات لفريق الوداد البيضوي طبعا نتكلم على أنه فريق بيتميز بالقوة الهجومية والغزارة التدفع من الفرق طبعا اللي بتتميز بالقوة الهجومية أحرى 26 هدف في دوري أبطال الأفريقية تكلم مع اللعبين على أن تقدم مجد شخصي يعني تصنعوا مجد شخصي لكم وتصنعوا مجد شخصي للجمهور للنادي الآلي وأيدا للنادي الآلي هيبقى صعب جدا أن أندية كتير تيجي في أفريقيا أنها تحقق هذا المجد طبعا عقب نهاية المران اختتموا مصدر بيتسو موسيماني بفقرة تدريب اللعبين على رقلات الترجيح تحسبا طبعا للجوء إلى رقلات الترجيح في هذه المباراة كابتن شريف بيسألك على خط الوسط بالذات لأنه كان السلية وحمد فاتح وديانج التلاتة راجعين من إصابة حالته معاملة إزاي لا بطمينك طبعا كابتن شريف وبطمين الكابتن عادل وكل جميل النادي الآلي اللعبين يعني بدءا آخر تدريبين في القاهرة كانوا بيشاركوا بصفة أساسية شفناهم في التدريبات سواء حمدي سواء لديانج سواء السلية بطمينك عليهم اللعبين جهزة معندلاش يعني إن شاء الله أي تخوف من وجودهم اللعبين يعني بتشوف في التدريب القوة في التحام الشغل طبعا الخطط والفن اللي بشتغل عليه مستر بيتسو مدثماني مع اللعبين سواء حمدي سواء السلية سواء ديانج للتلات لعبين جهزين لهذه المباراة يا أستاذ برايم يعني النهاردة كان لدينا حديث مع الكابتن سيد عبدالحفيظ اللي أكد أن قال في محاولات يعني بتجرى يعني لي لحاق محمد عبدالمنعم لكن أكد على صعوبة هذه اللحاقه بيه المباراة يبقى صعب جدا لحاقه بالمباراة باستثناء يعني محمد عبدالمنعم تقدر تقول كل اللعبين جاهزين لهذه المباراة وبالمناسبة بدر بنون كان بيستكمل البرنامج التأهيلي أيضا يعني الأسار النهوي يستكمله هنا مع البعثة في المغرب وبيصير بصورة أكثر من رعاة وقريبا يعني جدا شوف إن شاء الله بدر بنون في أرض الملعب الملعب اللي احنا هنلعب عليه المباراة مفروض هل بيه توزيع بالعدل يعني تلات تدريبات لينا وليهم ولا في برضو مشاكل في الحتة دي يعني خلينا أقول لحضرتك كابتن عادل طبعا إن الاتحاد الأفريقية هتسلم الملعب قبل المباراة بـ 48 ساعة من المقرر إن النادي الأهد هي قدي تدريب عليه يوم الأحد فريق الوداد بيقدي عليه تدريب بيوم السبت بعض الأخبار اللي كانت بتقول إن الاتحاد المغربي هيتمرن على الملعب لكن هم حتى الآن موجودين في المركز محمد السادس بالرباط طبعا بيقدوا معسكر مغلق اتحاد المغرب وموفر لهم هذا المكان يعني زيارات كتير جدا طبعا من مسؤول الاتحاد وفوز لجع للعب الوداد لتحفزهم وخلق لهم دوافع لكن فريق النادي الأهلي هيؤدي تدريب وحيد على ملعب مركب محمد الخامس هيكون إن شاء الله يوم للأحب بإذن الله في نفس توقيت المباراة فاروق بالنسبة للجماهير المصرية اللي بتتوافد من بره سواء جاية من عواصم مختلفة أو اللي حتى اللي مقامين في المغرب فرص حصولهم على التذاكر من وقع اللي انت شايف يعني خلينا أصارت نقطة في غاية الأهمية ودي محور اهتمام مجلس إدارة النادي الأهلي محور اهتمام الكابتن سيد كل الأفراد اللي باعثة ومجلس الإدارة إزاي يوفروا كل سبل الأمان اللي باعثت لجماهير النادي الأهلي والحصول على التذاكر طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي أو النادي الأهلي بيتحمل بالكامل تكاليف التذاكر الحضور للمباراة بيسلمها لأفراد الجالية المصريين المقيمين هنا في المغرب ببادرة مجانا لجماهير النادي الأهلي حد طبعا مكان هيكون هو مركز تدريب نادي الرجاء بأوازس لتسليم التذاكر بموجب هيحضر الأفراد الجالية المصرية والعربية هيحضروا إلى المركز بصورة الجواز اللي صفر بموجب هذا الجواز هيحصل على تذكارة الدخول إلى المباراة بصورة مجانية منذوب النادي الأهلي هيكون موجود من الساعة أتى ساعة صباحا في المركز طبعا أمور طبعا تنصقية ما بين الكابتن سامير عادلي والعبيد علاء صلاح المنصق الأمن للنادي الأهلي وفي نقطة في غاية الأهمية أستاذ أبراهيم بخصوص حضور الجماهير النهاردة صباحا احنا اتفاجئنا يعني أحد الجماهير القادم من أمريكا وبالمناسبة هو حفيد الكابتن الكبير طبعا الكابتن توتو حرص أنه هو يكون موجود من أمريكا طبعا الكابتن توتو واحد من يعني كان هدفين طبعا في مباراة القمة واحد من الأسماء المهمة طبعا كان حريص أنه يكون رحمة الله عليه طبعا الكابتن توتو كان حريص أنه يكون موجود ويسلم على الكابتن الخطيب اللي رحب به والتقى به والتقط الصور التسكرية مع الكابتن الخطيب والكابتن الخطيب قال له التسكارة بتاعتك موجودة معنا ويعني ينصق لهذا الأمر أيضا الجماهير يعني اتفاجئنا ناس جاي من النلويجة أستاذ أبراهيم ناس جاي من أسبانيا من ألمانيا من فرنسا أيضا الجاليات القادمة من الدول العربية من الكويت من السعودية من الإمارات جماهير مصر وجماهير النادي الآلي تتوافد هنا على المغرب على كازابلانكا من أجل الحصول على التذاكر وحضور المباراة ومجلس إدارة النادي الآلي بيقوم بكل توفير صبل الراحة وصبل الأمان لجماهير النادي الآلي وزي محدد لهم المكان اللي يتم فيه توزيع التذاكر بمجب جواز الصفر زي ما قلنا في الساعة التاسعة صباحا في مركز تدريب نادي الرجاء بأوازيس ده بالنسبة للجمهور مستر بيتش موسيماني كان له تصريحات النهاردة مهمة مستر بيتش موسيماني طبعا كان فيه جلسة تصوير خاصة بمسؤول الاتحاد الأفريقي طبعا جلسة تصوير بالكرة الجديدة طبعا اللي هتقام بها أحداث المباراة و هتلعب بها المباراة طبعا في بادرة هي الأولى في بطول الدوري أبطال أفريقيا بالمناسبة الكرة بتحمل اسم نادي الأهلي ونادي الوداد وتاريخ المباراة 30 مايو 20 22 النهاردة على هامش يعني هذه الجلسة جلسة التصوير مستر بيتش موسيماني تكلم على المباراة وقال أن فرصة كبيرة جدا قدام اللاعبين زي ما قلنا أن هي تبقى فرصة للتتويج وأيضا تكلم على دور الجمهور للنادي الأهلي وقال لهم اسلح مهم جدا وناشد الجمهور أنه يحضر إلى المباراة وناشد جمهور النادي الأهلي إحنا دايما بنستمد القوة بتاعتنا من جمهور للنادي الأهلي ويعني على هامش هذا الأمر برضو أستاذ إبراهيم بالأمس وإحنا في يعني أثناء توجهنا إلى ملعب العربي الزولي كان أحد المشجعين المصريين واقف لوحده بيحمل عالم مصر وقاعد يعني بيشجع النادي الأهلي وبينادي على النادي الأهلي المشهد ده لفت نظر الكابتن محمود الخطيب أثناء ذهبنا وأثناء العودة من التدريب أصر الكابتن محمود الخطيب على يعني الترحيب بهذا المشجع المصري بالمناسبة ومقيمنا في مصر منذ عشر سنوات استقبلوا الكابتن محمود الخطيب في مقر إقامة الفريق وأهداء قميص للنادي الأهلي وكان ليه تصريح جميل جدا قال القميص دوت وتشيرت النادي الأهلي ده هو شأ عشر سنين في الغربة هنا في المغرب أعتقد هو أغلى حاجة عندي وطبعا يعني وصل رسائل كتير جدا أنا اشتقت المصر واشتقت للنادي الأهلي أيضا كان فيه أحد المشجعين اللي كان موجود لوحده أثناء التدريب في ملعب العربي الزولي أصر أن يكون موجود في المدرج والواحده بيهتف وبيشجع حرس الكابتن محمود الخطيب بروح الأب قبل ما أقوله روح المسؤول أو القيمة والقامة لكابتن محمود الخطيب يعني خلينا أقولك أستاذ بريم بيتحامل الكابتن الخطيب ربنا يديله الصحة بيتحامل على نفسه كثيرا أصر بنفسه أنه هو يروح للمشجع وقال له أنا بشكرك على حضورك وقال للكابتن سمير عادلي أحضر له التذكرة وسلمها له الكابتن سمير عادلي تذكرة حضور المباراة وبالمناسبة أقول لحضرتك أن التذاكر طبعا خلال الأمس واليوم نفذت بالكامل بالنسبة لجماهير الوداد اللي احنا زي ما بنقولها وستاذ إبراهيم عشرين ألف جمهور عام أو جمهور الوداد وعشر تلاف لجمهور الوداد طبعا هم محددين قيمة التذكرة لفئتين الفئة الأولى بمئة درهم وهو ما يعادل مئتين جنيه مصري والفئة الثانية بخمسين درهم وهو ما يعادل مئة جنيه مصري لكن الروح اللي بنشوفها الكابتن محمود الخطيب مجلس الإدارة مع جمهور النادلالي أعتقد يا أستاذ سبراهيم بتوصل رسائل كتير جدا وبتدي ثقة بإذن الله نشوفها في أرض الملعب يوم المباراة إن شاء الله يا فروق سريعا إزاي اللعيبة استقبلت خبر اختيار 11 لعب مرة واحدة من الآل في المنتخب النهاردة يعني عايزة أقول لحضرتك في هذا الأمر اللعيبة طبعا استقبلت هذا الخبر اللعيبة كلها يعني بينا نقابل محمد مجد أفشا محمد شريف اللعيبة كلها يعني بيقولوا طبعا بيبركوا العبدالقادر لانضمامه للمنتخب اللعيبة كلها بتتكلم معنا يلا جماعة بركوا العبدالقادر وجوده في المنتخب يعني انت شايف الروح يا أستاذ إبراهيم احنا بنشوف المشاهد دي بالنسبة لنا بتدينا نظر التفاؤل محمد شريف ومجد أفشا بيبركوا العبدالقادر ياسر إبراهيم وإيمان أشرف حمد فتحي والسليا وحسين للشحات أعتقد وكابتن محمد الشناوي زي ما حضرتك ومحمد هاني طبعا يعني يعني ان شاء الله توقع أن واحد يكون من اللعيبة لتقدم مباراة كبيرة بإذن الله أمر يعني رفع من الروح المعنوية للعابين وكان توقيته مهم جدا يا أستاذ إبراهيم تمام يا فروح احنا بنشكرك شكرا جزيلا